خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور النهاردة في مناطق مختلفة من مصر لكل الناس اللي لسه ما نزلتش هنبتدي زي ما احنا متعودين جولتنا من القاهرة ومن كبري 15 مايو بالتحديد احنا شايفين سيولة مرورية نسبية الكونيش هنلاقي فيه كثفات مرورية للمتجه لميدان التحرير وكمان بعض الكثفات للمكمل لغاية المعادي والحلوان والغاية 15 مايو زي ما احنا شايفين هنروح في اتجاه كبري اكتوبر لمناطق الاسعاف ورمسيس واللي احنا شايفين انها بتشهد سيولة مرورية على طول كبري اكتوبر والغاية نزلت غمرة والعباسية لو وصينا على المتجه من شارع بورسعيد لشارع الشرابية وحدايق القبة والغاية كبري السواح والاميرية والعكس هنلاقي طبعا فيه كثفات في الوقت ده اما بقى الناس اللي هتاخد الطريق الدائري ياخدوا بالهم من الكثفات اللي موجودة عند مؤسسة الزكاة والمرج والخصوص والغاية نزلت الطريق الزراعي زي ما احنا متعودين في نفس التوقيت نشوف مع بعض الجيزة ونبتدي من الشوارع اللي بتشهد كثفات مرورية زي ما احنا عارفين بتزيد مع ساعات دخول الضروة الصباحية بالتزامن مع انتظام الدراسة في المدارس او الامتحانات في المدارس والجماعات وتوجه الموظفين والعمال لاماكن شغلهم هنبتدي زي ما احنا متعودين برضو من محور 26 يوليو هنلاقي كثفات مرورية للمتجه لميدان لبنان هبصينا هنا عند محور صفت هنلاقي برضو بعض الكثفات المرورية لو بصينا بقى على شارع الهرم اللي احنا عارفين ان هنلاقي فيه كثفات تحديد مع مواعيد الضروة بمناطق مشحل وشارع العشرين والغاية التربية وحنلاقي كمان كثفات عالية للمتجه لكبرى الجيزة والشارع فيصل بمنطقة التوابق ولغاية العشرين كمان هنلاقي كثفات تانية ظهرت عند شارع السودان ولغاية جامعة القاهرة ومدان النهضة وصولا لمناطق بولاء وانبابا هنبصي كمان هنلاقي كثفات مرورية بتظهر عندنا هنا عند مدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان قريب من محطة مترو جامعة القاهرة وده طبعا مع موعيد دخول الموظفين للجامعة نروح بقى الإسماعيلية واللي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي اللي فيه سيولة مرورية كبيرة جدا هتستمر من أول طريق القاهرة ولغاية مدخل المدينة للمتجه لها من خلال الطريق الزراعي سواء من طريق الإسماعيلية أو منطقة مسترد هنلاقي كل ده في سيولة مرورية لو دخلنا بقى جوة شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي سيولة مرورية كبيرة جدا خصوصا الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية أما لو بصينا على طريق أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم هنلاقي هناك سيولة مرورية مع عدى بعض الكثفات المتحركة مش هنلاقيها بتأثر أبدا على حركة الطريق لو بصينا بقى للمتجه لبور سعيد هنلاقي برضو سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بور سعيد يعني إجمالا هنا هنلاقي سيولة مرورية تامة خلينا بقى نتحول من منطقة القناة ونروح لجنوب السعيد نكمل مع محافظة سهاج واللي هنبتدي فيها من محطة قطر سهاج واللي الطريق عندها طبعا حيشهت كثفات مرورية بسبب دخول الطلاب للمدارس هنمشي كمان وحنكمل مع بعض ونشوف طريق عبد المنع مرياض هيربط بين طريق العارف بطريق الحواويش وفيه أيضا بعض الكثفات المرورية أعلى نهر النيل كمان الطريق المؤدي للجامعة هنلاقي فيه كثافة نسبية ولو بصينا هنلاقي طبعا فيه بعض الكثفات المرورية في منطقة مستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحيير لو بصينا بقى على طريق الحواويش الرئيسي هنلاقي سيولة نسبية أما طريق المنشية وطريق أخميم جرجة هنلاقي فيه برضو سيولة مرورية في الاتجاهين لللي جاي من مدينة سهاج أو العكس وأخيرا زي ما احنا شايفين طريق أسوان الزراعي الغربي هنلاقي فيه سيولة مرورية تامة احنا كده استعراضنا مع حضراتكم استعراض مبدئي لأحوال المرور في مختلف المحافظات تعالوا مع بعض نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية لهذا اليوم نلتدي مع بعض بالدولار لـ 18 جنيه 41 قرش للشراء 18.49 للبيع اليورو 19.85 للشراء 19.95 للبيع الجنيه الاسترليني 23 جنيه 94 قرش للشراء و24 جنيه فصلة 7 للبيع الفرانك سويسري 19 جنيه 39 قرش للشراء و19 جنيه 49 قرش للبيع الريال السعودي 4 جنيه 90 قرش للشراء 4 جنيه 93 قرش للبيع الدينار الكويتي 60 جنيه 20 قرش للشراء و60 جنيه 57 قرش للبيع الدرهم الإماراتي 5 جنيه تقريباً لشراء 5.03 للبيع وليوان الصيني 2 جنيه 88 قرش للشراء و2 جنيه 89 قرش للبيع أما بقى بالنسبة لمتوسط أسعار الدهب هنشوف النهاردة الدهب سجل معنا كام نبتدي بعيار 18 اللي سجل فيه الجرام لسعر السوق للجرام الـ 1.885 جنيه عيار 21 الجرام سجل فيه 1045 جنيه وعيار 24 الجرام سجل فيه 1197 جنيه أما الجنيه الدهب فسجل 8.360 جنيه أما بقى بالنسبة لحالة الجو النهاردة خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة الطقس حيكون ربيعي معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وفيه نشاط رياح على كل الأنحاء بتمتد للقاهرة الكبرى درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 25 درجة أعلى درجة حرارة حتكون في أسوان 34 درجة والأقل حتكون في مطروح 20 درجة هنتبع مع حضراتكم التقسيب بالتفصيل بعد قليل